العيبة كان في انتظارهم مفاجأة تانية وهي زيارة الإعلام الكبير الشريف مكور لينا أخيراً شفتك أخيراً إزاي مفسوطة قوي للنهاردة وانت حمس عملوا مفاجأة جامدة آه وفاق كابيتانو بقى وكلهم نفسهم مش عايزة حرق أهل المشاهدين طح آه أوكي بس هما يستهلوا نحن في الراحة من النهاردة لأنهم تتعبوا الفترة اللي فاتت وحصلوا مش فائية مشاكل عشان صحابه وبلمشوا وانت دائماً طالتك مختلفة في كل حاجة فالنهاردة أعتقد أنها تكون أكثر كده يوم مختلف مفاجأة أنت خالي بليك ما أفهمش في الكورة آه صح خالص صح يلا نفسلوا يلا بي يلا بي يلا المختلف الجميل الملهم كل حاجة شفتنا تكون مفاجأة قوي أنت معنا بك ألينا الحمد لله أنت عامل إيه نورا تيجي يعرفك عليهم طب أنا عايز أسألمهم سؤال كل واحد برضو وحسألك يا لين أنا حبيدي بيك أنت ماشي لو كلمنا عن بيتك أكتر صفة بتحبيها في والدتك إيه؟ آآ طيبة فكروا عشان هسألكو زيها آآ ماشي غير الطيبة هي بتدعمنا يعني على طول بتشجعنا على كل حاجة أوكي وبتتصلح في ثانية وبتتفرج عليكي في التلفزيج؟ آآ على طول وتتصنعي تفرجك؟ على طول وسعد بتنتقدك؟ آآ لأ ماما على طول شيء تعرف الأمهات دايمة بيبلغون أنت يا أحلى واحدة في الدنيا طيب أكتر صفة بتحبها في مامتك إيه؟ الحنية والشجاعة آآ إيه أكتر حاجة بتحبها في مامتك إيه ماما؟ إيه أكتر حاجة؟ أهي وحشك؟ أوه وحضرتك؟ إنها بتحبيني مش كأأم بس إنها صاحبتي وتشجعني على كل حال أنا بعملها إنها حابة أكون مبسوط فيها بتشجعني عليها ولو دخلت عليك ذائرة دولايات لو دخلت عجب المقاصة قدت لك حقصلك شعرك هتقول لها إيه؟ لا مش بالدرجة بس لو أحبش القصة اللي قدها بس أنت شكلك كده حلو واعمل على مزاجك كل حاجة يعني مفيش حاجة باش قصة بتزع؟ لا ممكن أوه صوتها بتزع بجمي باز كل الأممات المصرية كده عمر أحسن صفة في منطق الحب وبتشجرة في كل حاجة وبتزع وأكيد بتزع وبسكتك من شعرك آخر مرة إمتن جابتك كده قبل ما سافر بيوم عايزين تعرفوا المحاجة إيه؟ جايب لكم شخصية بتحبوها قوي حد بتحبو قوي ايه النور ده؟ لما مامهاتهم دخلوا عليهم أنا اتأثرت طبعاً جداً الولاد كلهم يعنيهم بقت مشعة كده ومبسوطين والأمهات كلهم يعنيهم برضو كتت مدمعة وفيهم منهم واحدة تقريباً عياطت يعني فكان شرحل كنت مبسوط لهم وهم كلهم قد ولادي تقريباً يعني فكت مبسوط لهم قوي كتت حاسس كده إنهم كنوا وحشين بعض قوي وبعدين بجد كتت مفاجأة لأنهم ما كنوش عارفين فيهم واحد بس اللي كان عارف إن مامتهم يعني موجودة البقين كلهم ما كنوش عارفين فالمفاجأة كتت حلوة قوي موافقة على شعره؟ لا صراحة قال لي قبل ما يجي مسكتيه كده ها وريني كده عملتني فيها ازاي لا قلت له ماينفعش كده ده ماينفعش كده ما ده ما هو مبسوط؟ خلاص دي شخصياته قاعدة مسكتي الزي صراحة هو متعلق بي يا جامد أنت بقى حلمك لابنك حلم الابن إنه هو ربنا يوفقه من هو صغير وهو بحب الكورة لدرجة إنه هو كان بينايمها جنبه على السريل مامة مروان بقى يحكي لنا كده شايف مروان كده قدام إزاي وأحلامك لي إيه؟ شايف مروان كده هيبقى أحسن لعيد كورة في مصر لأنه بيعشق الكورة أنت أهلوية لا زمن كوي لا أهلوية طبعا أهلوية أوكي بس يعني فهو بيحب الكورة جدا وبيحب تمريناته قوي وملتزم بتمريناته جدا وعنده الكورة قبل الدراسة كي حدا في البيت عندكو بيلعب كورة؟ لا هو وإخواته مين إخواته؟ لا هو ولد وحيد ربناي خليمين ربناي خليمين مامة يوسف يوسف ده بقى على طول بيساعدني لما يلاقيهم كده إيه؟ بيعملوا شقاوة يلا تعالوا نقف في حتة ليه على طول يوم جاي بيساعدني بيصعب على إيه؟ بيحس أن أنا إيه؟ تعالوا قفوا على جنب ربناي يخليهون الجميل وكلهم ما يتخاروش عن بعض لسه كنت بحكي عليه قبل ما تدخني بمنياتك إيه؟ أبقى يوسف وأحلامه شايفة إزاي قدامي؟ هو يوسف حابب إن هو يبقى لاعب يعني بالكرة دي بالنسبة له حلم حياته يعني فبيسعى ليها كتير يعني ومن جهة المساعدة هو يوسف يعني حسيه قائد شوية يعني هو شخصيته كده يعني دايما يقائد اللي يشوفه بيقول موقه أكبر من سنوب كتير يعني فهو حابب ربنا يوفقه أنا أتمنى إن ربنا يوفقه يبقى لاعب كبير يعني نختم بقى بحضرتك مبروك الأول عشرة بقيت جدة وعندك بيبي بنتك جابتك دي أول حفيدة سنين مع همودي أو محمد تعقيباً على اللي تقال دا تخيلوا اللي بيقولوا دا لواحد فبقى لما يكونوا اتنين فمش البيت بس الجيران كبير فالحمد لله الحمد لله أتمنى أتمنى إن أشوفهم حاجة كبيرة يعني بيلعبوا كرة حلم إن شاء الله نفسي كده لعيبة كرة حلو يعني وربنا يوفقه إن شاء الله في الغالب هم اللي حيحببوني في الكرة أنا لسه كنت بقول ليهم ولينا من شوية أنا عمري في حياتي ما شفت ماتش كرة ومفهمش في الكرة بس أنا النهاردة حبيت الكرة عشان شفت شباب زي الفل وشفت أمهات زي الفل محافظين على أولادهم ونفسهم أولادهم في أحسن حال إن شاء الله وعيدكم أنا بعد كده هتبعوا الكرة وهجلكم أنا في المعسكرة وهتفرج على الماتشات اللي بتعملوا صح نعمل كده إن شاء الله ياريت يشرفنا والله لازم نختم بحيات أوه يلا مع أنا مامهات من كل حتة في مصر صح وفرحنين بأولادهم صح؟ لازم يزغراتوا أوه حلوة لازيزة حلوة أنا عايش زغروتة جماعية أنا بعض في زغرات أنا زغرات مال لا مليش دع يلا أيوة اللي بعدها أيوة با نقدم بقى بزغرورة كليلة هتبقى أول موزيع زغرات زغروتة هفهم نصكم يلا لا كمان واحدة كمان واحدة أيوة با شرفت بيكم قوي برسي نيتو جبتوني النهاردة معاهم وأشكركم جدا وياراب تشوفوا ولادكوا دايما في أحسن حال وخلينا نقول مرة تانية والثالتة ورابعة ونعيدها يا لينة أي حد بيت عمل مسابقة ما يعياتش ما يزعالش هتلاقوا الخير دايما في حاجة تانية واللي طلعوا زمالكن هينجحوا في حاجات تانية في حياتهم كثير كانت أحلى مفاجأة والله بالنسبة لي إننا شفت محمود ومحمود شافني المفاجأة كانت غير طبيعية بصراحة لإني أشوفي ابني من بعد عشرة أيام إحساس ما توصفش يعني أنا وبالذات إن ابني كمان ما بيغيبش عني كتير أول ما شفت البلاد أنا حسيت إنه هم بعاد عني يمكن من أكتر من شهر وكانت مفاجأة جميلة والحمد لله إنهم كويسين وفي مكان كويس خالص لما دخلت وشفت ابني اتبسطت جداً جداً ولما شفت أستاذ شريف اتبسطنا أكتر أكتر يا ربي يا مروان أشوفك أحسن لعيف في العالم وتحقق كل اللي نفسك فيه يا ربي حبيبي شريف مكور دوت من ألزل الناس أحس إن هو بدخل قلبك بسرعة طبعاً أنا مش حرف أقول انت باعي عنه في لعب الكورة بس هم كلهم شباب واعد جداً كلهم أسكية جداً 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 ودي حاجة اللي حصتها فيهم كلهم حابين بعض فالاندماج ده عجبني قوي بصراحة أشكر كابيتانو أنتو دتوني الفرصة لأنا أكون في الحلقة دي بالذات مع الأبطال ومع أمهاتهم ويرب دايماً نشوف شباب وأطفال وكل المصريين في أحسن حالة